هذه الآية أحبة أو الآيات في بشارة يحنى عالة تظهر نواحي معينة إما من سلطان المسيح أو لهوت يسوع المسيح وإظهار مجد الرب يسوع المسيح لاحظ مرث الألقاب التي ذكرتها ليسوع المسيح يا سيد المسيح الممسوح من الله كملك وكنبي وككاهن هذه وظائف يسوع المسيح وأيضا كابن الله بيتكلم عن كلمة الله الذات الإليه تعلن من خلال شخص الرب يسوع المسيح بتشوف في هذه المحبة طبيعة الرب يسوع المسيح بتشوف المحبة الله محبة بتشوف النور كان النور الحقيقي آتي إلى العالم لأن المسيح قال أنا هو نور العالم والحياة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فإذا هذا الإصحاح منشوف أحباء مجد الله من خلال يسوع المسيح ليتمجد ابن الله فيه يتمجد بالابن بتشوف جلال المسيح تقلق لأنه هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتي تقلق المسيح هذا المجد يتكلم عن كمال القداسة وكمال القدرة الإلهية والكمالات الإلهية والأمجاد الإلهية بيتكلم عن حضور يسوع حضور إلهي بانتصاره على الموت في أي مكان كان فيه موت كان بيحضر يسوع المسيح كانت القيامة يعني كان بينتصر على الموت خلينا نتذكر أن المسيح لما قام أجساد القديسين قامت بنفس اليوم وظهروا لعديد من الناس في أور شليم فإذا تتكلم عن يسوع المسيح ليتمجد ابن الله فالتركيز هو على المجد والرب يسوع عندما سأل مريم قال أتؤمنين بهذا وعندما ذهب إلى القبر قال لمرثة ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله ففعلا هذه المعجزة هذه الآية تتحدث عن أمجاد الرب يسوع المسيح ولكن هذه المعجزة من ناحية الثانية أحباء للأسف الشليد يعني إقامة العازر أيقظت في من قلوب الناس الفساد الكامنة في قلوب رؤساء الدين يعني أيقظت الحسد من يسوع والغير والحقد والضغينة والكراهية وأرادوا أن يتخلصوا من يسوع المسيح له كل المجد يسوع المسيح قال قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان في إصحاح 12 قال هذه الكلمات ثم قال الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير فهي المعجزة يعني زي ما تقول أن الذروة اللي أيقظت الغير والحسد والضغينة والكراهية في رؤساء الدين أحبائي ولكن الله يمجد المسيح وتمجيد المسيح يقوم على أساس الإيمان به الإيمان بالرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة